السلام عليكم تحية طيبة إذن قسم الثاني من مداخلاتنا حول الفلسفة الإسلامية العربية بين التشكل التأسيسي في المشرق والإبداع الفكري في المغرب قسم الثاني سيء مخصص للمغرب الإبداع الفكري في المغرب تأخر ظهور الفلسفة في المغرب عنه في المشرق حولي حول قرنين من الزمان ولا نعلم ما هي أسباب هذا التأخر رغم أنها موجودة في المشرق ذلك أن السريان في الشرق نقلوا الفلسفة اللونانية إلى السريانية فبقيت محفوظة في مدن الشام حتى إذا خضع الشام للإسلام واستقرت الدولة الأموية لم يجد العرب جهدا في نقل الفلسفة وهو العمل اللي نهض به السريان بتشجيع الخلفاء والأمارة وبدأت هذه الحركة بالأمير خالد بن يزيد الأموي وقاويت في عهد المنصور العباسي واشتدت في عصر المأمون وكما بدأت حركة النقل بالعلوم ثم الفلسفة في المشرق كذلك مرت حركة طلب العلم ثم الفلسفة في المغرب فقد كانت الأندلس كما يقول صاعد صاحب طبقات الأمم خاليا من العلم لم يشتهر عند أهلها أحد بالاعتناء به ولم تزال كذلك عاطلة من الحكمة إلى نفتتحها المسلمون سنة 92 فتمادت على ذلك أيضا لا يعنى أهلها بشيء من العلوم إلا بعلوم الشريعة وعلم اللغة إلى أن توتد الملك لبني أمية فتحرك ذو الهمم منهم لطلب العلوم وتنبهوا لإشارة الحقائق ثم يضيف أنه منذ وسط المئة الثالثة تحرك أفراد في طلب العلوم ولم يزالوا يظهرون ظهورا غير شائع إلى قريب وسط المئة الرابعة وكان بعضهم من أهل الأندلس ذهبوا إلى المشرق لطلب العلم وبخاصة التب حيث عادوا لإشتغال بهذه الصناعة وفي بعض الأحيان الأخرى كانوا علماء من الشرق يفيدون إلى الأندلس والمغرب ويستيطنون بها مثل أحمد الحراني الذي وفد في زمان الأمير محمد بن عبد الرحمن وكانت عنده مجربات حسين بالتب فاشتهر بقرطبة وحاز الذكر فيها وتحرك قوما آخرون لطلب علم الحساب والفلك لحاجة الناس إليهم في العمران يقول صعد فممن اشتهر من العلماء ما بين وسطي هاتين المائتين أي المائة الثالثة والرابعة فأعتنى بعلم الحساب والنجوم أبو عبيدة مسلم بن أحمد بن أبو عبيدة البلسوني المعروف بصاحب القبلة وكان عالما بحركات الكواكب وإحكامها وكان مع ذلك صاحب في قانوة حديث توفي سنة مائتين وخمسة وتسعون هجري وظلت الحالة على هذا المنوع التوالي القرن الثاني والثالث حتى كان القرن الرابع فاشتد الطلب على الكتب الفلسفية إلى جانب الكتب العلمية بفضل الحكم الثاني 350-366 هجري الذي بفضل الحكم الثاني 350 كما قلنا 366 يعني 16 سنة حكمة الذي جلب كتب الفلسفة وغراء ما سنف بالمشرق فقد كانت الكتب التي تؤلف في فيرس والشيم تعرف بالأندولوس قبل أن تعرف المشرق ومما يروب في ذلك أن الحكم أرسل ألف دينار من الذهاب إلى أبي الفرج الإسفهاني ليقتني منه أول نسخة من كتاب الأغاني وقد قرئ هذا الكتب بالفعل في الأندولوس قبل أن يقرأ في العراق وكان يبعث في شراء الكتب رجال من التجار وجمع في قصرها الحذاقة في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإيجادة في التجليد فأوعي من ذلك كله واجتمع بالأندولوس خزائيا من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده وبذلك أصبحت الأندولوس منذ أواصل القرن الرابع مماهدة لظهور الفلسفة القائمة على التب من جهة وعلى الرياضيات من حساب وهندسة وفلك من جهة أخرى فمن الذين مهدوا لظهور الفلسفة عن طريق علم الهندسة ونجوم أبو القاصم مسلم ابن أحمد المجريتي من أهل قرطبة عاش فيه زمان الحكم وكان إمام الرياضيين بالأندولوس في وقته وأعلم من كان قبله بعلم الأفلاك وحركات النجوم وقد كانت له عناية بأرساد الكواكب وشغف بتفاهم كتب باتليموس المعروف بالماجستي كما كان عالم بالكيميا ومن تلاميذه الكرمانية الذي راح لقى المشطق وجلب معه لسالة أخوان الصفاء وقد لمع بالأندولوس بيت اشتهر بالتب أب عن جد هو بيت ابن زهر أولهم أبو مروان عبد الملك ابن زهر راح لقى المشطق ودخل القيروان ومصر وتطبب هناك زمنا ثم رجع إلى الأندولوس ثم ابنه أبو العلاوة كان في دولة المرابطين ولهو علاجات مختارة وكان شديد الاعتداد بنفسه وعلمه إلى درجة أنه ذم قانون ابن سينة واترحه ولم يدخله خزانة كتبه ويبدو أن ابن زهر كان هذا كانت له يد في مصر عبد باجة كما سنذكر فيما بعد ثم ابنه أبو مروان ابن أبيل علا بن زهر الذي دخل في زمانه المهد بن تمرت الأندولوس ومعه عبد المؤمن ابن علي الذي أصبح يعرف بأمير المؤمنين وكان أبو مروان معاصني لأبيل وليد بن رشد الأول في التب كتاب التي يسير في الأمور الجزئية وألف الثاني كتاب المشهور الكليات إذن أول فلسوف بالمغرق هو ابن باجة لا نعلم عن تاريخ ولادته ولكن نعلم عن تاريخ وفاته 533 هجري الموافق لـ 1138 ميلادي في هذا الجو العلمي ظهر أول فلسوف أندلوسي أبو بكر محمد بن يحي بن باجة المعروف بابن السائغ ولد في أواخل القرن الخامس وتوفي في 533 هجري 1138 ليس تاريخ مولده معروفاً تصل بالسياسة وتولى غارناتا وسارقسطة عشرين عاماً لعلي بن يوسف المرابطي وذهب إلى فاس حيث ميت مسموماً فيها يروى بدسائس خصومة وتهم بالكفر كما ذكر الفتح بن خافان حين نسبه إلى التعطيل وأنه نظر في كتاب التعليم وفكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم ورفض كتاب الله الحكيم إلى آخره وكان اتهام الفلسف في المغرب الكفر شائعاً على خلاف الحال في المشرق ثم ابن باجة كان متبحراً في العلوم الطبيعية والرياضيات والفلك والموسيقى كما كتب شروحنا على أرستو ففتح بذلك الباب أمام ابن رستو كثير من كان ابن رستو ينقل عنه في كتبه وقد تأثر به إلى حد كبير أثر به أيما تأثر وقد امتدحه ابن تفيل فقال عنه إنه أثقى بالمتأخرين ذهناً وأصح نظراً وأصدق رؤيا غير أنه شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائن علمي وبث خفايا حكمته وأكثر ما يوجد له من التأليف إنما هي غير كاملة مخرومة من أواخيرها ككتاب في النفس وتدبير المتوحد وما ذكر ابن تفيل صحيح فلم يتسع وقت ابن باجل التأليف الفلسفي على خلاف الشيخ الرئيس الذي كان أيضاً مشتغلاً بالوزارة ولكنه استطاع أن يتم تأليف أعظم كتبه الشفاء والقانون ومن حسن الحظ أن كتاب تدبير المتوحد والنفس وكذلك رسالة الاتصال قد تبعت كلها ولا تزال بعض رسائلها مخطوطة لم تنشر بعد وتدبير المتوحد كتاب في الأخلاق والسياسة على نسق المدينة الفاضلة للفرابي خلاصة رأي ابن باجل يمكن استخلاصها من العنوة ونبدأ بالمتوحد فنقول أن المقصود بذلك هو انعزال الإنسان يعني يحيش في برج عاجي يتأمل العلوم النظرية فيصل بذلك الاتصال بالعقل الفعال حقاً أن العزلة التامة مخالفة لطبيعة الأنسان من حيث أنه مدني بالطبع ولكن ابن باجل يذهب إلى أن هذا المتوحد خير بالعرض ويحسن بناء أن ننقل نص كلمة قال فلذلك يكون المتوحد واجباً عليه في بعض السيار أن يحتزل عن الناس جملة ما أمكنه ولا يلابسهم إلا في الأمور الضرورية أو بقدر الضرورة أو يهاجر إلى السيارة التي فيها العلوم إن كانت موجودة وليس هذا منقذاً لما قيل في العلم المدني ولما تبين في العلم الطبيعي فإنه تبين هناك أن الإنسان مدني بالطبع وتبين في العلم المدني أن الاعتزال شر كله لكن هذا إنما هو بالذات وأما بالعرض في الخير كما يعرض في كثير من ما في الطبع الواقع يتابع ابن باجل فلسفة اليونانية وبخاصة الموروث عن فيثاغورس من قسمة الناس قسمين الجمهور والنظار وعلى رأس النظار الواحد وهو الذي انتهى عند أفلاتون بأن يكون الحاكم الفيلسوف وهذه نظرية جاء الإسلام في ألغاها وسوى بين الناس ولم يفاضل بينهم إلا في التقوى وسنرى أن ابن تفيل في حي ابن يقذان يسلك هذا السبيل لأن حي ابن يقذان إنسان من فرد متواحد استطاع بمفرده أن يتعلم جميع العلوم والصناعات وأن يصل إلى معرفة الله كما سنرى أن ابن رجد يتابع كذلك فيقسم الناس إلى جمهور وسعادات والتدبير يقصد به سياسة الناس ووضع الأمور في موضعها لا مجرد التأمل والمعرفة البحتة وجدير بناء النقف عند تعريف النباجة للتدبير إذ يقول إنها تدل على ترتيب أفعال تحقق غاية مقصودة ومن أجل ذلك تحقق غاية مقصودة ومن أجل ذلك كان التدبير إنسانيا لأنه يطلب غاية عن قصد ثم يرتب الأفعال التي تحقق هذه الغاية وهذا الترتيب لا يكون إلا بالفكر والفكر لا يكون إلا للإنسان فقط ليس من غرضنا في هذه الأسطر القليلة عرضوا نظرية ابن باجة في تدبير متوحد ولكن نقول إنه كان مطلعا على جمهورة أفلاطون وعلى النواميس كتاب القوانين وعلى المدينة الفاضلة للفرابي وغير ذلك من النظرية السياسية وخرج من ذلك كله بنظرية خاصة به ولكنها لجملة متأثرة بالنزعة اليونانية في ثغورية ويمكن أن نلخص نظريته في عبارات بسيطة هي أن الإنسان كان متواصل بين الإله والبهيمي ويعسون بأن يسلك المسلك الإلهي ما أمكنه ولا يتأتى ذلك له إلا بالتوحد وفي رسالة الاتصال يقسم ابن باجة الناس ثلاثة إقسام الجمهور والنظار والسعداء باحتبار الصور المعقولة فالجمهور يدرك صور المعقولات من النظر إلى الموجودات المحسوسة وبارتباطها بها أما النظار فإن اتصالهم بالمعقولات أولا ثم بالمحسوسات ثانيا وهذه الصور يسميها ابن باجة صور الروحانية وأما السعداء وهم قلة قليلة جدا فإنهم يتسلون بالمعقولات مباشرة وهم الذين يرون شيئا بنفسه هذا ابن باجة الآن الفيلسوف الثاني في المغرب هو ابن طفاي مولود 506 هجري متوفي 581 هجري أي ما هو موافق ل111 1110 ميلادي متوفي 1185 ميلادي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن طفاي للأندلس القرطبي ولد على مقربة من غرناتة بالأندلس وليس تاريخ مولوده معروف بالضبط أيضا ولكن اشتغل في ابتداء أمره بالتب اشتهرة بهذه الصناعة ولو فيها تأليف تأليف ضاعت وكانت بينه ابن رشد مراسلات حول كتاب الكليات لابن رشد مما يدل على رسوله قدم ابن طفال في التب كما كانت له آراء في علم الفلك ذكرها البتروجي المنجم وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الفلاسفة الإسلام كانوا علماء متبحرين في العلوم قبل اشتغالهم الفلسفة واتصل ابن طفال بأبي يعقوب يوسف المنصور خليفة الموحدين فأصبح طبيبه الخاص من سنة 558 إلى 580 هجري يعني ما شاء الله 22 سنة وهو طبيب خاص لأبي يعقوب يوسف المنصور خليفة الموحدين وكان أبي يعقوب يخارب العلماء والفلاسفة فسأل ابن طفال أن يشعر كتب أرستو فقدم إليه أبي الوليد ابن رشد ورشعه لهذا العمل وقام به خير قيام ولما تنح ابن طفال عن وظيفته طبيبا للسلطان خلفه في ذلك ابن رشد وكان أبو يعقوب متعلقا بابن طفال شديد الشغف به والحب ولما توفي أبو يعقوب ظل ابنه أبو يوسف محتفظا بصداقته حتى أنه حضر بنفسه جنازة ابن طفال بمراكش ولم يبقى له من مؤلفات هذا الفلسوف إلا رسالة المسمات حي ابن يقضان وهي رسالة مشهورة في العربية واللاتينية على السواء ترجمها بوكوك بالقرن السابع عشر ولها ترجمة حديثة بالإسبانية والفرنسية والإنجليزية والألمانية وتسمى هذه الرسالة أيضا أسرار الحكمة المشرقية يكفي أن ننظر إلى عنوانها صحيح وهو رسالة حي ابن يقضان في أسرار الحكمة المشرقية استخلصها من دور الجوار الفاظ الرئيس ابن أبي علي بن سينا الإمام الفيلوسوف الكامل العارف أبي جعفر كذا ابن طفال لنعلم أنه يتابع الشيخ الرئيس في حكمته المشرقية أو الإشراقية التي المعنى إليه فيما سبق وهي فلسفة سوفية متأثرة بالأفلاتونية المحدثة ذلك أن ابن سينا ألف رسالة تسمى حي ابن يقضان سلك فيها مسلك الرمز حي ابن يقضان رمز للعقل ومعه رفقة ترمز إلى الشهوات والغضب وسائر الملكات الإنسانية والجدل بين حي ابن يقضان ورفقته يرمز إلى الصراع بين العقل والشهوة قد نتب ابن طفال رسالتي على مقدمة ثم قسة حي ابن يقضان فيبين في المقدمة الغرض من هذه الرسالة وأنه معاينة الحق على سبيل أهل الذوق والمشاهدة في طور الولاية وهذا شيء لا يمكن إثباته على حقيقة أمره في كتاب وإنما الذي يمكن هو الرمز وذكر القسة على سبيل التشويق والحاثة على دخول الطريق ثم قرر ابن طفال في هذه المقدمة رأيه في فلسفة الفرابي وابن سينة والغزالي وابن باجا ترمي القسة في رأينا إلى توفيق بين الفلسفة والدين بين العقل والشرع وقد عني مؤرخ الفلسفة حديثا في إسبانيا بدراسة هذه القسة وترجم الترجمة إسبانية حديثة قام بها جونزالز بالانسيا سنة 1934 وذهب الأستاذ المستشرق غارسيا جوميز إلى أن قسة حي ابن يقضان مأخوذة من قسة الصنم والملك وابنتي التي شاعت في الأندلس قديما وصاغ ابن طفال قسته على نسقها خلاص القسة كما أوردها الأستاذ جوميز تجلع على نحو التالي في جزيرة مهجورة من جزائر الهيندة التي تحت قط الاستواء وفي ظروف طبيعية ملائمة ويولد تفل من تينة تخمرت على مر السنين من غير أب ولا أم وفي قولا آخر إن البحر حمله إلى هذه الجزيرة في تابوت أحكمة أمه قفلة بعد أن أروته من الرضاع وكانت أمه أميرة مصطهدة في جزيرة مجاورة فاستودعت ابنها أمواج البحر حتى تنجيه من الموت ذلك تفله وحي ابنها قضان ثم تبنت غزالة وأرضعته وحنت عليه كأمة ونمى حي وأخذ يلاحظ يتأمل كان الله قد وهبه ذكاء وقادا فعرف كيف يقوم بحاجة نفسه واهتداء إلى النار وصنع الآلات والأدوات والسلع بل استطاع أن يصل بالمراحظة والتفكير إلى أن يدرك بنفسه أرفع حقاق الطبيعة وما وراءها قد وصل إلى ذلك بطريقة الفلسفة وأدت بهذه الطريقة الآن يحاول عن سبيل إشراء الفلسفة الوصول إلى الاتحاد الوثيق بالله وإذا الاتحاد أو الاتصاله وهو العلم الغزير وسعاد القصوى المتصلة قالدة ولكي يصل إلى ذلك دخل مقارة وصام أربعين يوم المتوالية مجتهد في أن يفصل عقله عن العالم الخارج وعن بدنيه بواسطة التأمل المطلق في الله لكي يبلغ الاتصال به حتى أدرك ما أراد وعندما بلغ هذا المبلغ لقيا رجلا تقيا صالحا يسمى أسال أقبل من جزيرة مزاورة يحسبها الناس مهجورة من البشر وقد قام أسال بتعليم صاحبه المنفرد بنفسه الكلام وهو سبيل التفاهم والإفهام وطلع أسال على طريق الفلسفة الذي ابتكره حي لنافسه ورأى فيه تحليلا علويا للدين الذي كان يعتقد كما رأى فيه تفسيرا لكل الأدين المنزلة ثم استحب أسال حي بن يقضان إلى الجزيرة المجورة التي كان يحكمها ملك صالح يسمى سالمان وهو صاحب أسال الذي كان يرى ملازمة الجماعة وتحريم العزلة وطلب إليه أن يكشفه إلى أهل الجزيرة عن الحقاق عن الحقاق العليا التي وصل إليها فلم يوفق وعنده إذا اعترف كل من أسال وحي بن يقضان أن الحقيقة العليا لا تتفق مع طبقة العامة لأنه مكبلون بأغلال الحواس وعرف أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى التأثير في أفهامهم الغليذة فلا مفر له من أن يصغ أراءه في قوالب الأديان المنزلة وكانت نتيجة هذا أن قرر اعتزال هؤلاء الناس المساكين إلى الأبد مع نصحهم بالتمسك بأديان أبائهم وأجدادهم وعاد حي وصاحبي إلى الجزيرة المهجورة لينعم بهذه الحياة الرفيعة الإلهية الخالصة التي لا يدرك إلا القلائل من الناس الأساس الفلسفي لهذه القسفة هو التوفيق بين الدين والفلسفة وبين الطريق الذي سلكه فلسفة الإسلام متبعين الأفلاطونية المعثى هاي رمز للعقل الإنساني ويقضان رمز لله فكيف تطورك الفلسفة تطورا مذهلا مع أبو الوليد بن رشد ابن رشد مولود 526 هجري وتوفيق 595 هجري الموافق لـ 1126 ميلادي المتوافق 1198 ميلادي هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد فلسفة قرطبة نشأ في أسرة من الفقهاء والقضاء كان أبوه قاضيا وكان جده الذي اشتهر بالفقه ويسمى كذلك أبو الوليد الجد تميز له عن أبو الوليد بن رشد الحفيد ولد أبو الوليد الفلسفة بقرطبة وتعلم الفقه الرياضيات والتب وتولي القضاء بإشبيلية ثم بقرطبة كان منقطعا للبحث والإطلاع والكتاب والمداومة عليها وصفة ابن الأبار بقوله لم ينشب الأندلس مثله كمالا علما وفضلا وكان على شرفه أشد الناس تواضعا واخفظهم جناحا عنيا بالعلم منذ صغره إلى كبره حتى حكي عنه أنه لم يدع النظر والقراءة منذ عقلة إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله وأنه سود فيما صنف وقيد وألف وهذب واختسر نحو من عشرة آلاف ورقة ومال إلى علوم الأوائل فكانت له فيها الإمامة دون أهل عصرية وكان يفزع إلى فتواه في الفقه مع الحاذ الوافر من الإعراب والآداب وقد اشتهر ابن رست في أوروبا اللاتينية باسم الشارح أي شارح أرستو لا تقل منزلاته عن الإسكندر الأفروديسي وثامس تيوس وابن طفيل هو الذي رشح ابن رست ليشرح كتب المعلم الأول وقدمه إلى أبي يعقوب يوسف الموحدي الذي حاس بين خمسمائة وسبعين خمسمائة وتسعة وسبعين إجري عاش في الحق وهذه هي رواية عبدالواحد الماركشي في سبب ذلك قال أخبرني أبو بكر بندوت ابن يحيى القرطب والتلميذ ابن رست قال سمعت أبو الوليد يقول غير مرة لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب وجدته هو أبي بكر بن طفيل ليس معهما غيرهما فأخذ أبو بكر يثني علي ويذكر بيتي وسلفي وظم بفضله لذلك الأشياء لا يبلغها قدري فكان أول ما فتحني بأمير المؤمنين بعد أن سألنا عن اسمي واسم أبي ونسبي أن قال لي ما رأيهم في السماء يعني الفلسفة القديمة هي أم حادثة فأدركني الحياة والخوف فأخذته أتعلل وأنكر استغالي بعلم الفلسفة ولم أكن أرى ما قرره معه ابن طفيل ففهم أبن المؤمنين من الروع والحياة فالتفت إلي ابن طفيل وجعل يتكلم عن المسألة التي سألني عنها ويذكر ما قاله أرستو طاليس وأفلاطون وجميع الفلسفة ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم فرأيته منهم غزارة حفظ لم أظنها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له ولم يزل يبسوتني حتى تكلمت فعرف ما عندي من ذلك فلما انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنية ومركب وأخبرني تلميذها المتقدم ذكرها قال استدعاني أبو بكر بن طفيل يوم فقال لي سمحت اليوم أمير المؤمنين يتشك من قلق عبارة أرستو أو عبارة المترجمين عنه يذكر غموضة أغراضها ويقول لا وقع لهذه الكتب من يلخسها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيدا لقرب ما أخذها على الناس فإن كان فيك فضل قوة لذلك ففعل وأني لأرجو أن تعني بها لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة ولا يمنع له من ذلك إلا ما تعلمه من كبر سني واشتغالي بالخدمة وسرف عنايتي إلى ما هو أهم عندي منه قال أبو الوليد بن رستو كان هذا الذي حملني على تلقيس ما لخصته من كتاب الحكيم أرستو طاليس ونهذا ابن رستو بالعب وشرحه ولخصه كتب أرستو وأخرجه ثلث أنواع من شروع الأصغر والأوسط والأكبر التلخيص يتحرر فيه ابن رستو من نص عبارة أرستو ويحكي آراءها الخاصة التي تعبر عن مذهبه ولو أنه يحاذي فيها آراء المعلم الأول وله في المطبوع حاليا تلخيصات كثيرة منها عدة كتب في المجموع نشرت في الهند وهي سماع الطبيعة وسماع العالم والطبيعة والكون والفساد والنفس وما بعد الطبيعة أما الشرح الأوسط يبدأ فيه ابن رستو بذلك اللفظة قال يريد أرستو فإما أن يكتفي بذلك أو يريد طرفا يسيرا من ناس أرستو ثم يشرع في التلخيص والشرح وقد تبع له بالعربية تلخيص المقولات وتلخيص الخطابة أما الشرح الأكبر نشير منه بالعربية تفسير ما بعد الطبيعة في خمس أجزاء ونحن نرى أن من يريد الاطلاع على ماذا ابن رستو المتحرر من سلطان أرستو فحليه أن يطلب في التلخيصات التي هي الشرح الأصغر وليس الشرح الأوسط ولا الشرح الأكبر ولو كذلك شروه على معظم كتب أرستو الطبيعية والمنطقية والأخلاقية ومعظمها موجود في تراجمية اللاتينية أو تراجمية العبرية مفقود في مخطوطاتها العربية مما يدل على الأثار العظيمة الذي بلغه ابن رستو في أوروبا والتفكير العالمي ابن رستو بدأ فقيها ولد في الفقه وله في الفقه أثر كبير أيضا في العالم الإسلام كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد مشهور يدول على أنه صاحب رأي في الفقه كما كان صاحب مذهب في الفلسفة ثم تطور ابن رستو أصبح طبيبا لا تقل منزلاته في التب عن ابن سينة في المشطق لو في ذلك كتاب الكليات الذي نقل اللاتينية وكان يدرس في جامعات أوروبا إلى جانب قانون ابن سينة قد اقتصر ابن رستو في كتاب الكليات على الأسوء دون الفروع وتطبيقات الجزئية وهو الذي أشار على صديق ابن زهر أن يؤلف كتاب في التب يبحث في الأمور الجزئية والذي يمتدعه ابن رستو نفسه بقوله أنه أوفق الكننيش الكتب الملقب بالتيسير الذي ألفه في زمان هذا مروان ابن زهر وهذا الكتاب سألته أنا إياه وانت سخته ولهو كذلك كتاب في علم الفلك مفقود في العربية وتوجد ترجمات له في العبرية وذي يدل على ابن رستو الفلسوف أقام فلسفته على العلم أما فلسفته فيمكن التماس في رده على تهافة الفلسفة الغزالي في كتاب المشهور باسم تهافة التهافة والذي ترجمه إلى اللاتينية وتأثر بي القدستوم الإكويني ولهو في التوفيق بين الدين والفلسفة كتابين صغيرين ولكن قيمتهما عظيمة وما الكشف عن مناج الأدلة وفاصل المقال فيما بين الحكم والشريعة من اتصال وفي أواخر حياة ابن رستو أصيبة بمحنة شديدة إذ سعى الفقهاء لدى الخليفة فأوقعوا بينهما حتى غضب عليه ونفى إلى مدينة قريبة من قرطبة تسمى بالأليسانة وما أفرج عنه وانتقل إلى مراكش عند أبي عقوب ومات سنة 595 هجري ولم تقم للفلسفة القائمة بعد وفاةها ذلك أن الشرط الذي من دونه لا يمكن الفلسفة أن تزدهر وهو حرية الفكر قد ألغي باسم الدين أنه يقدس العقل ويرفع من شأنه وبه يفسر المعرفة والوجود على السواء والعقد يقوم أساساً عن معاني الكولية التي تضم تحت جناحها أشتاة الجسئية وقد ثار جداً طويل في العاصر الوسيل حول الكليات أهي مجرد أسماء أم لها وجود حقيقة في الخارج نعني خرج الذين أم أنها تصورات عقلية وابن رشد صريع حاسم في أن الكليات تصورات من ذهنية وليست موجودة في الخارج على عكس ابن سينة الذي يمسك العصام من وسطها يقول ابن رشد في تلخص ما بعد الطبيعة أيضاً من أنزلنا من متى أنزلنا هذه الكليات موجودة خارج النفس لازم أن يكون لها كلية أخ خارج النفس بها يصير الكلي الأول معقول ثاني ثالثاً وذلك لغير نهاية وليس يلزمنا هذا الشك مدى وضعنا أن وجود الكلي في الذهن والفلسوف صاحب المذهب العقلي لا بد لو أن يؤمن بارتباط الأشياء ارتباطاً ضرورياً بالأسباب والمسببات والإيمان بالسببية أساس العلم الطبيعي وأساس الفلسفة العقلية وقد حاول الغزالة أن يهدم الارتباط الضروري بين الأسباب والمسببات حتى يفسح المجال للقدرة الإلهية وهاجم الفلسفة في كتابها التهافت الفلسفة لقولهم بهذا المبدأ فانبر له ابن رشد ورد عليه في كتابها تهافت تهافت قائلاً أما إن كان وجود الأسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات فقول صفصطائيون والمتكلم بذلك إما جاحداً بلسانه لما في جنانه وأما منقاد لشبهة صفصطائية عرضت له في ذلك ثم رد ابن رشد الأسباب إلى العلل الأربع التي قال بها رسوية المادية والسورية والفاعلة والغائية لأن قال فرفع هذه الأشياء هو مبتل للعلم ودفع له وابن رشد العقل يفسر الدين تفسيراً عقلياً مع رجوعه في ذلك إلى القرآن فهو في فصل مقال بين الحكمة والشريع من انتصال يذهب إلى أن معرفة الصانع لا تكون إلا بالنظر في الكائنات التي خلقها الله للأسدلال منها على وجود الصانع وقد ساق الله في كتابة دليلين يلخصهم ابن رشد في دليل العناية ودليل الاختراع فالآيات التي تدل على الاختراع مثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو يجتمعوا له هذا الاختراع ومن الآيات الدالة على العناية قوله تعالى أنا من أجعل الأرض مهاد والجبال أوتادة في سورة النبأ الآية السادسة والسابعة وقد كان أثر ابن رشد في أوروبا عظيماً حتى لقد انقسم المفكرين بشأن ما بين محبذ وموكر وتعرف هذه الحركة في تاريخ الفلسفة باسم الرجدية اللاتينية وذلك بسبب أراءة في التوفيق بين الدين والفلسفة إذن هذه حال الفلسفة في المغرب رأينا ابن رشد الأخير ثم قبله ابن طفيل وقبله ابن بيجا أرجو أن تكون هذا مدخل مطاولة حول الفلسفة العربية الإسلامية بين زمن التشكل التأسيسي في المشرق وزمن الإبداع الفكري في المغرب أرجو أن تكون هذه المدخلة معمقة قد نيلت لذلكم إلى اللقاء في مدخلة الفلسفية إسلامية عربية قادمة إن شاء الله